لا بد أيضا من خطوات عملية في اتجاه نيل الاستقلال وقيام البحرين الكبرى هذا الأمر تحدثنا عنه مرارا أيها الإخوة فيما سبق مشكلتنا الرئيسية هي في عدم اجتماع الكلمة على هذا الأمر يعني هناك من ينازعكم أو يتنازعكم ويحاول أن يجذبكم إلى مشاريع أخرى فاشلة يرسم لكم حلا ولكن هذه الحلول كلها قد جربتموها فما وجدتموها حلولا أيها الإخوة هناك من يرسم لكم طريقة تفاوض مع النظام وكله فشل هناك من رسم لكم الارتماء في أحضان النظام الإيراني الخامنئي وفشل في ذلك هناك من يطرح المشروع كذا المشروع كذلك وأنتم تلاحظون كلهم قد فشلوا في مشاريعهم كلهم تقريبا لم يوفر ذلك لكم الأمن ولا الكرامة ولا العزة ولا شيء مما كنتم تحلمون به ولا حتى المساوات فإلى متى؟ إلى متى هذا الانبطاح إلى متى هذا الغرق في مشاريع تستنزفنا وتستنزفنا ولا تؤدي إلى طائل بل هم أمام أقل صفق يخونوننا كما فعل ساميره القطيف ورفاقه بعدما كانوا ينادون بالثورة وبالكذا وبالكذا انتهى الموضوع وعادوا الآن ينظرون للوئام مع الدولة والتسليم للدولة الحل الذي نحن نرسمه أيها الإخوة ليس حلا همتهوريا كما قد يظن ليس من قبيل تلك الحلول التي طرحها هؤلاء إما يعني إفراط وإما تفريط إما ثورة بالمطلق وإما تطبيع بالمطلق لا نحن نطرح حلا هو الآن مقبول ولكن يحتاج فقط إلى هذا الشيء اجتماع الكلمة حتى يكون لنا نحن مثلا أو غيرنا في الغرب ممن يمكن أن يتفاوض مع هذه القوى الكبرى أن يكون له التفويض الشعبي الذي يمكنه من طرح هذا الأمر على طاولة المفاوضات يقول أنا الشعب قد فوضني وهذا الشعب يطالب باستفتاء أممي لتقرير حق المصير هذا الأمر يمكن تحقيقه أيها الإخوة صدقوني بأسرع مما تتصورون ولكن المطلوب اجتماع الكلمة على ذلك مهما اختلفنا كتيارات مهما اختلفنا كجماعات لكن دعونا نتفق على هذه الستراتيجية الآن لنجربها وسترون النتائج جربتم كثيرا من الأمور سابقا وصرفتم دماءكم من أجرها ما أدت إلى نتيجة جربوا هذه الآن وانظروا الدفع نحتاج أولا إلى زخم لكي يمكن ترجمته في المحافل الدولية بأنه زخم معقول هناك زخم شعبي في المنطقة الشرقية ينادي بالاستفتاء الأمر لن يطول إلا ويجرى هذا الاستفتاء بنحو ما أو يعطي المبرر على الأقل لهذا الاستقلال قيام دولة البحرين الكبرى إقليم البحرين الكبرى نعم شيعة الخليج من حقهم أن يكون لهم دولة أن يكون لهم حكم ذاتي من لو شيعة الخليج؟ ماذا يصنعون يا أخي؟ من لو؟ ظلم، جور، عدم مساوات، عدم عدالة، إلى متى؟ إهانات، قتل الآن، بدأنا الآن دوامات العنف الله العالم إلى أين ستفضي بنا؟ إلى متى طيب؟ يتركهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم خلص كل واحد يقضب قاع وانتهى الموضوع شون يصير يعني؟ كثير من الأمم كثير منها حصلت على حق تقرير المصير واستقلت جنوب السودان مثلا حصل وخلص صارت لهم دولة مستقلة هذا هو الحل أيها الإخوة ولكن كيف يمكن الدفع بهذا الحل إلى الأمام؟ وأنتم لم تجتمع كلمتكم على ذلك ولم تعطونا تفويضا في ذلك ننطق نتكلم بأي صفة لا يمكن أعطوا هذا التفويض اجعلوا لنا حرية في مخاطبة هذه القوى الكبرى هذه القوى الكبرى أنتم كما تعلمون إنهم يعبدون الدولار ما هي مشكلتهم معنا؟ يعني الآن هاي الأنظمة القوى العالمية ما هي مشكلتهم؟ لماذا لا يصطفون إلى جانب هؤلاء المظلومين الشيعة؟ لماذا لا يدافعون عنهم؟ لماذا هم إلى الآن يدهم مع يد آل سعود؟ ما هو السبب؟ إن آل سعود هم الذين يتحكمون بهذه المنطقة وبيدهم النفط وهذا النفط مطلوب لهذه القوى الكبرى لأنه يقوم عليه الاقتصاد العالمي لا يمكنهم التفريط به هذا فيه أرزاق الناس فيه شركات صناعية كبرى ما يمكن التضحية أو التفريط بهذا النفط بمصدر الطاقة العالم كله قائم على ذلك أنتم مشكلتكم شيعة المنطقة الشرقية أنه لديكم هذه الثروة لكنكم لا تعطون ما يطمئن هذه القوى الكبرى أنه يمكن تأمين مصالحها فيما لو تركتم ورفعتم يدكم عن آل سعود عن دعم آل سعود وصرتم معنا هم تخوفهم أنه إذا الشيعة حصلوا على منطق على دولتهم هذه على البحرين الكبرى وحكموا هذه المنطقة أن يقطعوا عننا النفط أو أن يرتموا في أحضان إيران أو أنه يكون هناك توتر فيما بيننا وبينهم فلا يؤمنون مصالحنا كما يؤمنه آل سعود فلنترك آل سعود على حاله هذه القضية فقط ماذا نفعل يعني؟ العالم هذا عالم سوق عرض طلب شو تسوي؟ نبقى على هذا الواضع نظل في هذا الانحدار ما لم نؤمن مصالحها القوى الكبرى التي تهتم بمصادر الطاقة في العالم والتي لا تعرف للعلم لا مبادئ ولا إنسانية ولا أي شيء كله كذب ودجل من يصدق أصلا؟ كله كذب ودجل هذا القضية مصدر الطاقة يريدون مصدر الطاقة يريدون تأمين مصالحهم متى ما وجدوا مصطحتهم أفضل مع غير آل سعود راحوا مع الغير تهت القضية بس هذا عالم السياسة فن الممكن اليوم مصطحته مع هذا الطرف غدا تتغير تصير مصطحته مع طرف آخر هذا كل ما في الموضوع نحن مشكلتنا لم نبعث برسالة تطمينية وأيضا ليس لدينا اجتماع كلمة في هذا المشروع على الأقل دعونا نختلف يا أخي بس أجلوا هذه الاختلافات خلي فقط نستصدر قرار أممي بحق تقرير المصير ننتهي من هذه المعضلة بعدين كيفكم روحوا اختلفوا واتصادموا شالف فيما بينكم كما تفعلون إلى متى؟ ولكن فلتكن لنا وجهة واحدة نتفق على استراتيجية واحدة حق تقرير المصير هذا يقع عاجلاً أم آجلاً؟ إذا ما كان هناك زخم كامل في هذا الشأن وكانت هناك طمأنة معقولة للشركات الكبرى في العالم لأنه للعلم الذي يرسم سياسات الدول الكبرى الآن أمريكا وبريطانيا وغيرهما الذي يرسم هذه السياسات هي الشركات الكبرى للعلم هذه دول رأسمالية هذه الدول تعبد الدولار هذه تريد مصادر الطاقة ما تتحمل يصير هناك ارتجاج عالمي إذا ما اختلت مصادر الطاقة مصادر النفط القائم اقتصاد العالم قائم على ذلك والاحتياط الأكبر هو لدى؟ لديكم أنتم شيعة المنطقة الشرقي الانتاج الأكبر من النفط هو لديكم قضية معروفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر